في مدينة العمارة الجنوبية ما زالت أجرس كنيستين ماريوسف وأم الأحزان تنعش ذاكرة أهل المدينة ويؤكد بقاؤهما حتى الآن على سمة مدينة العمارة باحتضانها الأديان السماوية بعد أن كانت المركز الأول للصابئة المندائيين في العراق والعالم الكنيستين يعودوا تأريخ بنائهما إلى القرن الثامن الميلادي ممثل الطائفة المسيحية في محافظة ميسان جلال دانيال يقول إنهما تمثلان التنوع الديني الذي تميزت به مدينة العمارة ذات الطابع الاجتماعي المصحوب بالعادات والتقاليد الجنوبية لا فرق بين دين ودين لا فرق بين مسيحي وصابئي ومسلم وأحنا كذلك لا نفرق بين هذا و هذا والحمد لله تشوفين أنت كنيسة على الوالة وتجيني العصر وتشوفين العوائل المسلمة التي تطب النظر من مريم العراء الكنيسة تجاورها مدرسة لليهود سابقا ومن خلف الكنيسة هناك معبد أيضا لليهود بالإضافة إلى المدرسة ومعبد اليهود هناك تجاورها حسينية وبالقرب منها جامع المسلمون في مدينة العمارة يستذكرون الألفة والمحبة التي جمعتهم بالمسيحيين والصابئة المندائيين معربين عن أمنياتهم باستمرارها بعيدا عن الطائفية التي برزت في المجتمع العراقي خلال العقدين الأخيرين وللمسيحيين في مناطق الجنوب العراقي مخاوفهم الأمنية وسياسية في ظل غياب الاستقرار اليوم المحاصصة والطائفية والعشائرية هذا الدمر المجتمع بحيث قام واحد يخاف من الله واحد يشوك بالله المسيحية موجودة منذ القرن الثالث في هذه المنطقة يعني موجودة قبل الإسلام بحدود أربعمائة سنة الصابئة موجودين من ذاك الوقت اليهود موجودين قبل المسيحية بستمائة سنة فمن يكون شعب مثقف ويحترم الآخر ويحترم الاختلافات بذاك الوقت مبشر بخير ويؤكد مؤرخون من مدينة العمارة إن كنائس المدينة تعد الأقدم في الجنوب العراقية وتشهد على التعددية الدينية في تلك المناطق ما أكسبها مكانة تأريخية مميزة كنيستة أم الأحزان ومار يوسف آخر كنيستين في محافظة ميسان بيوت أذن لها أن تبقى شواهد على التنوع الديني ما تزال نواقسها تدق في ذاكرة أبناء المدينة نجح العابد الحرة ميسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر